تعالوا تعالوا المرة نضبط أنا وإياكم أسهل فطور لعيالكم لوقت الدوامات وخذ غراضك من طلبات وريح راسك وفي البداية خذلك توست أسمر ودهان التوست بزبجة الفول السوداني ودلعها بشوية فراول أموز وصدقني ليهار راح يدمنوا عليه وحلها بشوية عسل عشان يعطيك الطعم دمار وأما الخبز الثاني قلنا نرتبها بشوية لبنة ورشة من الزعتر وأهم شيء الصغار أول الصباح يأكلوهم شيء نظيف يعطيهم طاقة لآخر النهار وجهزوا بوكسات المدار لصوروا الصباح وخلها تحتوي على كربوهايدرات وبروتين ولا تنسوا الألياف وهذا الشكل النهاية علينا وعليكم بالفافية ولا غلطة جربوها ودعوني وخلوها على طلبات تعالوا نضبطوا إياكم أحلى سموذي كوكتيل تابع الطريقة وفي البداية يحطوا لك خمس حبات فراولة واتبعها بشوية خوخ وما يحلى السموذي غير بالمانغا وإذا بغيت الطعم غرام حط لها سكريم فانيلة واتبعها بشوية نعناء واختم عليه بنسكو بحليب وضرب الأخضر واليابس في الخلاط وبكذا ينتهي أسهل سموذي يعايش كل انتعاش ويسرسح على القلب وهذا الشكل النهاي علينا وعليكم بالفافية ولا غلطة جربوها ودعوني اشتركوا في القناة